يعني الاختبارات عموما بتوقع الناس مش بتخلينا نكتشفهم أنا ما حبش الاختبارات دي أنا وعند نختبر بعد أنا هندهق والله أنا quería يع {\ lens يعني ملاش نعلم أنا بشوف هوا بتعامل أما Hell لو حد داخل على علاقة بتعامل أما ها حد بيساعدنا بتعامل أما أماكن أي حد شفوا في البيت بتعامل أما وأمام تلاص ي logo theygeschب他們 زماية له في الشغل مع زماية UT بمع زمائل الجغل أنا الاقل منه ناس الوليتر يعني بتعاملنا ناس مع الناس البسيطة بتعامل معهم ازاي؟ عشان هما دون ناس اللي بيقدر عليهم غالباً فلو بيعملوهم باحترام فده عنده حتة كويسة طب بزمتك خطيبها مثلاً مش عارف الناف بتحب حد تاني وقلبها مش معاك كلين؟ الحقيقة يعني بخبرة العيادة سنين وسنين في رجالة كتير مش بقعارفين حاجة خالص عنك لا مش ممكن واركينا ما بتحسش زينا يعني انا ببقى عارفة انه في حتة كده لسه ايه؟ حنين الماضي عنده حقيبة ذكريات جوا وانا عامل نفسي مش ريفان مزاجي اه بس ايه ست لو عايزة تعرف علاقة اخرى بتعرف تعمل ده بمهارة لدرجة ناجل صعبة جداً يكتشف ده خصوصاً هو مش بيركز في التفاصيل ومش مهتم زيادة يعني مش ايموشن الكفاية فمش حيارة فيه القدر ولا هو محب قوي وبيحب زيادة؟ وارد جداً يكون هو بيحب وارد يكون هو بيتغافل عن حاجة شايف حاجة وساكت عنها مستاني انها يعني ترجع لصوابها تاني بالضبط او تشوفه على بعض تشوفه زي ما هو فيحس ان هي موجودة فعلاً وشايفها ويحس بقيمته فيكمل معاه طب هي مفروض تكمل معاه ولا لا؟ مع خطيبة الحل؟ بص هي هو مفيش مفروض بس هي محتاجة تراجع نفسها أصلاً في الشرطة مش مفروض اكوردنج تو القصة انت سمعتها هاكيد فيه حاجات بتتفرد عشان ما اضعش مننا العوض اللي ربنا بيجيبه اوه حاجات كويسة انت العوض لا مش انا اضحكت عليك مسعب بتبقى كده صح جداً ممكن بكرة ترتبط بي يعني تتجوزه وتلاقي نفسها عايزة 7-8 علاقات في وجوده مفيش حكس ما كده بقى عايب بقى كده بقى يعني كده مش تتجي في قصة حقيقية تتجي في خلف الأسوار صح جداً يعني كده مش انا اخد اينا قبل ما تنصر خلف الأسوار حتى يطوط راجع نفسها انا محتاج اي اصلاً